وزير الفلاحة والتنمية الريفية خلال اجتماع الحكومة أمس السبت على مشروعي مرسومين التنفيذيين يتضمنان تصنيف إقليم كل من إقليم شرية أولاد يعقوب، ولايتي خنشلة، وباتنا وإقليم تغيط، ولايتي بشار وابني عباس كحضائر وطنية لغاية الحفاظ على موروط وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات سيرورة البيئية لمواقع طبيعية مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المنطقة أو هذه المناطق حيث يتميز كل من إقليم شرية وتغيط بأنواع نادرة في المنطقة فضلاً عن التنوع البيولوجي والحيواني